بسم الله الرحمن الرحيم نشكركم على الاستضافة هذه أولاً وقبل كل شيء بعد بسم الله الرحمن الرحيم نصر حسين دايه اليوم رانا في تاربوس في عين دراهم في تونس بعد ما جرينا تاربوس قاسير في الجزائر في الدار بيضاء وين استوعينا كل الإجراءات باش نطلقوا في تاربوس إن شاء الله راح يكون كما يقول لكم الأحسن من الجيد اليوم يعني قبنا بانتدابات اكتيرة تقريباً الفريق تغير 70 حتى 80 بالمئة لاعيبين جذب تاني معروفين عرفوهم أنا نظن طرقنا في بداية تدريبات وين غنواقفين على طاقم الفني يعني على رئاسة المدرب حاكم بوفينارة وين عندو خبرة كبيرة وكما نقولوا حنا راو موجة طريقة العامل راح نخدم بها كل تحضيرات هذه تاربوس عندنا لاعيبين دو خبرة وشبان يعني إن ديمان راح يمد الحافز معناوي خاصة المجموعة حنا اليوم إن شاء الله غحين كريو عنقروك يعني مجموعة وينما راح تضم عائلة إن شاء الله تكون عند حسن ضن التاقم الفني والإدارة وكل أنصار تاع نصر حسين داي اليوم تربوس على ديناه في لفاظ بزياء بتاعنا غن نعملوا كل جذية انطافا كما نقولوا تراسي من عند المدربين وإن شاء الله إن شاء الله غحين نكون عند حسن بن الأنصار لرميسنا فينا هذا الموسم يعني الوبجيكتيف الأول اللي هو تراسة الإدارة نشكر الإدارة تامي من سواش ليوفرتنا كل الشروط لازمة باش نكون نعملوا في أرياحية وإن شاء الله نتمنى ونخدمه بكل جدية وراوسنا فينا فيما أقولك وقت كبير نزال على بداية البطولة إن شاء الله من البداية البطولة رح نكونوا واجدين مئة بالمئة إن شاء الله بالنسبة للمقابلة الأولى وإن جرينا مقابلة مع ترجي مستغانم وإن ما أخفالكم شبالي عندنا نظرنا عشر أيام لدينا التحضيرات يعني ما لحقناش الحجم اللازم كالعامل باش نبدو في مقابلة الودية ترجي مستغانم ما نسوش بلي عندو تقريبا شهر مني بدا تحضير التاعو المقابلة هذي خاصة نحن نفعتنا باش نعرفوا للعابين أكثر لما الجدد هذو اللي كين لما نعرفوهمش ونظرنا ونشفنا الإمكانيات تحتهم خاصة تقنيا وطاكتيكيا أنا نظرنا فرصة باش شاهدنا اللاعبين هذو ويارح تعطينا كما يقولك نظرة كبيرة وعامة الشاك بروفيل وبهذه المقابلة راح ينطعموا بديماتش واحدة وخرين راح ينقابلوا بلك تلت مقابلات قبل ما ندكملوا تاربوس نظن عندنا في البرمجة عندنا بلك شلف عندنا عندنا اتحاد عن نابا وعندنا بسكرة أنا نظن هذه التلت مقابلات راح نختموا بيهم تاربوس تعنا باش ندخلوا إلى جزائر وراح تسنى فينا تاربوس واحدة وخر وراح كما يقول لك نكونوا فلافاز بريباراتوان ديماتش ونتمنى إن شاء الله نكملوا هد تاربوس لكل أريحية على الأقل باش ننطعموا كما يقول لك الحاجة المليحة المليحة والمفيدة للفريق إن شاء الله أنصار يعني كانوا وراء كما يقول لك نجاح تاعي في المسيرة كوراوية تاعي ونشكرهم دائما نشكرهم ونعزهم ونكبر بهم أنا اليوم نقول لهم لهذا المنبر يعني فريق تاع نصر حسين دايسيفري هذه المواسم الأخيرة كان يتخبط في النتائج المدبدبة هذه اليوم إن شاء الله يعني يوقفوا معاه في أوقات حريجة وإن كان الفريق يلعب على مصير الهبط يعني كانوا يجوا ويدعموا ويناصروا الفريق تاعهم حتى دقيق الأخيرة أنا نقول لهم اليوم من المنبر هذا إن شاء الله الموسم هذا فالخير عليكم إن شاء الله ولازم توقفوا وعلى بل كل مناصر رو يتحدث مع نفسه ويقول لك الموسم هذا رح ينديروا حاجة ونحققوا صعود إحنا إن شاء الله كل محبين نصر حسين دايسيفري كالكسوة الإبارة ولا المتاقم الفني ولا اللاعبين وخاصة الأنصار الأنصار الأوفياء طبعا يعني الفريق هذا لازم يتوقفوا ومر الفريق تاعهم وما عنديش أدنى شك فيهم رح يندعموا الفريق الموسم هذا وإن شاء الله ربي يوفقنا إحنا تاني ونكونوا عند حص نظن الأنصار الأوفياء هذا وحص نظن الإدارة والفريق إن شاء الله نبدلوا المجهود تاعنا باش نرجعه الكمية يقول لك المكانة تاعه وهي في القسم الأول إن شاء الله وتحية النصرية